موضوع عن جد بخوفيني. آخر شي عم بتقول انه حتى الكابة الكنترول ما بقى له الزوم لانه ما بقى في شي نحميه بالله. ما بقى في شي نخاف عليه بالمصارف. هالمواطن هالمودعي اللي عنده كان قليل ولا كتير. عنده هالمصاري. عم بتقول انه بقى موجودين. هل فيه امكانية او فيه امل انه يرجعوا هالاموان او لا. واي متى. يعني. خلي الناس اللي عم تسمعنا تعرف بس شو ما تصير اموالها. استرداد. في ناس جنى عمرة بالمصارف. استرداد المال المسروق هو شرط اساسي لاسترجاع المودعين لاموالهم في المصارف. اذا ما استرد المال المسروق لا. هيدا عملية معقدة وطويلة وسياسية وقضائية. عظيم. بدنا ننطر او المودعين بدون ينطر. تالدولة اللبنانية تحقق فائد في موازناتها العامة السنوية. وتستعمل هذا الفائد لكي تدفع لدائنها. شو يعني بدنا معجزة يعني. حتى الدولة تحقق فائد قدي برأيك يعني سنوات عم نحكي عشر سنين. يعني تحقق فائد معناتها بدنا ننتظر والدات المالية من النفط والغاز. ممكن ساعتها. هيدا بعد سنين. هيدا بعد سنين. مش بها السهولة تبهي. مش بها السهولة لما بينفقد المال انه واحد يقدر يسترده. مش بها السهولة. لذلك يعني دايما بالنسبة للمصارف. التوظيفات الآمنة هي أساس العمل المصرفي. إذا التوظيفات منة آمنة. أكيد المصرف وأيضا الودايع بيكونوا بخطر. تبهي الودايع بالليرة. نفس مصير الودايع بالدولار. يعني اللي عنده حساب الدولار أو ليرة هو بنفس دائرة الخطر. لا أقول لك شكرا. الودايع بالليرة ممكن أنه تجي الدولة تطبع وتعطيك هالمليون ليرة أو المئة مليون ليرة أو الخمسمائة مليون ليرة ولكن تعطيك إياهم بدون قيمة. شو النفع؟ يعني بكل الحالات فيه خسارة كبيرة جدا. أول شيء يتكبدها الناس. يتكبدها المدعون. وفيه خسارة كمان بالنسبة للخزينة اللبنانية. يلي هي خزينتنا. بالنتيجة خزينة إذا مديونة. يعني أنا مديون. خزينة عند عايز مالي. يعني أنا كمواطن عندي عايز مالي. ما حدا يعتقد. كانوا الناس مفتكرين أنه مراكمة الديون على الخزينة ما رح تعنيهم أبدا. أنه هاي دي شيء. وطبعا الفوايد اللي عم يستفيدوا منها. ومعرف شو شيء آخر مختلف. لكن دايما أنا أقول لازم ننتبه أنه سلامة الخزينة اللبنانية أو سلامة نحن جيوبنا من سلامة خزينتنا. طيب أنه ينقلوا من الودائع من الدولار للليرة. يعني اللي عنده حساب الدولار يحولوا له إيه للليرة اللبنانية. ماشي. هل هذا يجوز؟ هل هذا يمكن؟ أكيد لا يجوز. اليوم هاي دي مسألة الإداع. ما هيدا عقد. عقد بينك وبين المصرف. المصرف لما بيقبل أن يوضع لديه حساب بالعمل الأجنبية. مضطر أنه يرد هذا الحساب بنفس العمل. ما هيدا عقد. هلأني. ليش بيقدر يعمل المواطن إذا المصرف أخل بهذا العقد. ليش بعض المصارف تعرضت لتصنيف شديد السلبية SD. Selective Default. بعض المصارف يلي أسهمها مدرجة بالبورصات. ليه؟ لسبب بسيط. اعتبرت مؤسسات التصنيف أنه بمجرد أنه الفائد المدفوعة على الإيداع بالدولار عم تنقصم مناصفة بين دولار وبين ليرة اللبنانية. اعتبرت مؤسسات التصنيف أنه صار عندهم قصور بمسألة السيولي ومسألة فعلا دفع حقوق الناس. حد زيتها مؤشر سلبة. طبعا. ونزلوا لهم ساعتها تصنيفهم إلى SD. يعني عندهم توقف عن الدفع في أماكن معينة. هالمكان المعين هو كامل الفائدة بالدولار الأمريكي على الوديعة بالدولار. لأنه عم بيقصموها على اثنين هلأني. نعم.